أساطير عالمية قيل إنها تجلب الفرح والسعادة وأنها تعالج الأمراض وتبقيك مستيقذا لأيام كذبوا عليك لمئات السنوات وقالوا لك إن شربت منها كوبا واحدا أدمنتها لباقي عمرك إنها الكارثة التي تطيح بنصف البشر سنويا وتؤدي بهم إلى القبور في أسرع وقت ولكن النبوءة كشفت على يد الطبيب الروسي ورآها أمام عينه الإسلام يسدل السطار عن أسرار لم تعرفها من قبل في الخمر اكتشفوا أمرا رهيبا جعلهم عاجزون أمام قدرة الله وعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه تابعوا أسرار هذه الحلقة مشاهدين حتى النهاية ولا تذهبوا إلى أي مكان وفعلوا الجرس قال تعالى في تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقد أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار وقد حرم الله عز وجل على الإنسان كل ما يسبب له ضررا أو يلحق به أذى في دينه أو نفسه أو نسله أو عقله أو ماله ومن بين الأمور التي جاءت آيات من القرآن تنص على حرمتها وتأمر باجتنابها الخمر وقد حرم الله الخمر الذي كانت العرب تشربه وكان مباحا بداية الدعوة الإسلامية ثم تدرجت الشريعة في تحريمه إلى أن حرم بالكلية وقد جاءت صيغة تحريم الخمر وسائر الأمور المذكورة في الآية بلفظ فاجتنبوه وهي تعتبر من أبلغ صيغ التحريم والنهي كما يقول المفسرون والسبب في ذلك أن الإجتناب يفيد النهي حتى من مجرد الاقتراب من الخمر والميسر وهذه الأمور مثل العمل في المكان المتواجد به الخمر وما إلى ذلك وقد وصفت الآية الخمر والقمار بأنهما رفس أي شر من عمل الشيطان وذلك لما يرتبانه ويلحقانه من ضرر بالإنسان في نفسه وماله وإيطاع العدوات بين الناس والسر في هذا التحريم في الضرر الواقع على الإنسان منها لأنهم إذا شربوا الخمر سكروا وغابت عقولهم واختلفوا وتقاتلوا وبالفعل يعتبر الخمر والقمار إلهاء عن ذكر الله ومن حكمة الله في هذا الأمر أن التحريم جاء بشكل متدرج في منع الخمر لم يحرم الله تعالى الخمر جملة واحدة وإنما نزل التحريم بالتدريج كما بيّنت آيات القرآن الكريم وذلك على النحو التالي أول ما نزل في الخمر قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما جاءت هذه الآية لتخبر أن في الخمر إثما ومضر أكبر من نفعها المتمثل في التجارة بها وبعد نزول هذه الآية امتنع عنها بعض المسلمين وجاءت أحاديث عديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه وتحرمه بعد نزاع حدث بسبب الخمر فحرم الله وقتها الخمر ومن ضمن تلك الأحاديث حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا شربة الخمر ولا تشيعوا جنائزهم ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا إليهم فإن شارب الخمر يبعث يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه يدلع لسانه على صدره يسيل لعابه على بطنيه يقذره من يراه وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة ولكن النبوءة التي رآها العلماء وكشفوا عنها كانت مفاجأة للعالم كله أساطير تتحدث ليلا ونهارا عن أنها محرمة في الإسلام لكن ليس بها ضرر بل يكون الشخص قادرا على الاستيقاظ والتنبه أكثر وأنها مذهبة للمشاكل وتجعل مزاج الشخص معتدلا وكأن المسلمون محرومون من الجنة وقد أعلن الدكتور أليكسي فودفوزوف أخصائي علم السموم أن الخصائص العلاجية العجيبة للكحول ليست سوى أسطورة ويشير الدكتور أليكسي في مقابلة إلى أن هذه الأسطورة قديمة وتعود إلى فترة ما قبل إنتاج الأدوية حيث كان الناس حينها يستخدمون كل ما هو متوفر في العلاج ويقول هناك أساطير وأوهام كثيرة عن خصائص الفوتكا انتشرت جميعها في الفترة التي لم تكن فيها الأدوية متوفرة وفي متناول الجميع لأن الأدوية والمستحضرات الطبية التي كانت متوفرة في القرنين السابع عشر والتاسع عشر كانت في متناول الأثرياء فقط فكانوا يعتقدون في الخمر اعتقادا شديدا في حين كان الفقراء يستخدمون الفوتكا في العلاج حيث كانت تستخدم كمسك ومطهر وغير ذلك مع العلم أن الفوتكا في جميع هذه الحالات تعمل بصورة سيئة جدا أما الآن فقد تطور الطب كثيرا وأصبح يسمح للمرضى باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمنا في العلاج وأجريت بعض الدراسات الشاملة التي أطاحت بكل الأساطير حول الخمر فقد أظهرت نتائج دراسات شاملة أن جميع الخصائص العجيبة للكحول تتبخر أثناء الاختبار وكانت المفاجأة أن الخمر يعمل عكس ما تعمل به الأدوية فعند استخدام الكحول في علاج الأمراض المعدية فإنه يكبح منظومة المناعة ويعيق الجسم عن مكافحة مسببات المرض فينهي مناعة الجسم تناول كميات كبيرة من الكحول سواء في مرة واحدة أو على مدار فترة طويلة يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية ومن هذه المشاكل أمراض الكبد يؤدي الطعاط المفرط للكحول إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد مما يسمى بالتهاب الكبد الدهني وقد يتطور إلى التهاب الكبد مع مرور الوقت يمكن أن يحدث تلفا في أنسجة الكبد وتشكل ندوبا غير قابلة للعلاج التي يصعب علاجها مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب تناول الكحول بكميات كبيرة إلى التهاب المعدة وتقرحات في المعدة والمريء كما يعوق الكحول قدرة الجسم على امتصاص بعض الفيتامينات بما في ذلك فيتامين بي وغيرها من العناصر الغذائية وقد يتسبب التعاط المفرط للكحول في تلف البنكرياس أو التهابه ومشاكل في القلب يمكن أن يرتفع ضغط الدم نتيجة لتناول الكحول بكميات زائدة وهذا يزيد من خطر الإصابة بتضخم القلب أو فشل القلب أو السكتة الدماغية حتى أن تناول عدة مشروبات كحولية في مناسبة واحدة يمكن أن يسبب اضطرابا خطيرا في نظم القلب يسمى الرجفان الأذيني ويقول إذا استخدمنا المشروبات الكحولية كمساعدة لمنظومة المناعة فإننا نعمل العكس تماما كما سمعت عزيز المشاهد إنها تنهي من أمر مناعة الإنسان لقد وصف العلماء خصائص الأيثى نور المثبطة للمناعة أي أنه أثناء الشرب تدعم هذه المشروبات العدوى وليس المريض صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ضرر ولا ضرار ويشير إلى أن هناك حالات مسجلة أدى تناول المشروبات الكحولية فيها إلى غيبوبة الإيثانول ومن ثم موت المريض ويقول يعمل الإيثانول كمثبط حيث يكبح نشاط الخلايا العصبية والجرع الكبير منه يمكن أن تؤدي إلى توقف الجهاز التنفسي ونشاط القلب فانظر إلى القرآن والسنة وحجم تشديد التحريم في الخمر والنهي عن كل ما يوصل إليها فضلا عن شربها فلا تملك حينها إلا أن تقول وصدق الله ورسوله ولا تزداد إلا إيمانا وتسليما لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر